طيب عندنا تنس الطولة سيدات يمكن خلاص ابتدى الدورة عندنا دورة مجمعة الاهل مع الزهور والإعلاميين والأولمبي بدور سيدات تنس الطولة تنس الطولة سيدات هيلعب مع فريق الأولمبي والزهور والإعلاميين في الدورة التانية من الدورة الممتاز بياخدوا الفرق بيلعب دورة مجمعة في أحد الصلاة هتبقى فيه المرات هتبقى فيه صالة نادي الأولمبي بالإسكندرية أيام 30 و 31 ديسمبر اللي احنا فيه فريقنا هو حامل لقب البطولة لسنين طويلة طبعاً 8-9 أو سنين متتالية احنا أبطل الدورة وبإذن الله يوفقوا فيه مواجهة طبعاً اللاعبات مع كابتن أشرف عفتاح مدير رئيس الجهاز واللي كان موجود فيه النهاردة افتتاح تنس الطولة وزي ما قلت لكم الافتتاح النهاردة هو إضافة قوية جداً 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 للبنية التحتية في النادي الأحي ومعليش أنا بعيد وزيد في هذا الموضوع لأنه أنا من أكتر الناس السعيدة النهاردة بهذا الإنجاز وخلي بالكم الإنجاز ده ما جاش وليد النهاردة لا الإنجاز ده بتعدله من سنتين أو من سنة ونص من ساعة ما بدأت هذا الاستعداد لمجمع الصلاة وخلينا أقول لكم أن مجمع الصلاة بيبقوا ثلاث صلاة قصاد بعض وفيه مكان لجلوس الأعضاء معمولة على أعلى مستوى حاجة طبعاً منتهى الشياكة ومنتهى الجمال يعني بأمانة حاجة طليق بالنادي الأهل وطليق